وغياب دلال عبدالعزيز أيضاً سيطرت أجوائها على لقاءنا مع صديقتها المقربة ميرفة أمين اللي التقيناها في كواليس حدودة حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا وهاللقاء مع ميرفة أمين يعد الأول لها بعد ابتعادها لفترة بسبب الحالة النفسية الصعبة اللي عاشتها بعد وفاة دلال وأسمير غانم لذلك في البداية حبت تتوجهنهم بكلمة أولوهم محشوني قوي وبالعكس أنا بكلمهم كتير يعني بحسوا أنهم موجودين معي معرفش إزاي بس بحسوا أنهم موجودين معي بالنسبة لي ولادي يعني يعني هما ما بيقوليش طانطو ولا مش طانطو بقولي يا مامتي يا مامتنا يعني احنا وأنا بروح لهم بكل فترة كده بنقعد مع بعض وبنحاول نفتكر دايماً الحاجات اللذيذة وربنا يصبرهم ويقويهم لأنه صعب قوي اللي هما فاتوا فينا ومن خلال The Insider بالعربي ميرفة طمنت محبينها على صحتها بعد الأزمة النفسية اللي مرت فيها واللي بسببها اضطرت لتأجيل تصوير قصة حكايتي مع زمان عدة مرات يعني ساعات بيبقى فيه لحظات كده حزق بس الحمد لله الحمد لله الناس بتفضل في مخ الواحد يعني بفضل فكريهم وكل حاجة بس أنا قويس الحمد لله ودليل إنها خلت القرار باستكمال التصوير بهالعمل اللي تابعها في الجمهور بدور امرأة متزوجة تطلب الطلاق من زوجها عديز بعد 36 سنة زواج وذلك في الحلقة الأولى هي عموماً بتمس هتمس ستات كتير قوي المشكلة دي حيتناولوها ازاي بقى ده وضع تاني في مشكلة تتكلم فيها ما تسكتش وتصبر وتكتر مشاكل وحاجات كده لأن هو ده اللي هي بتتكلم فيه طول وقت احنا عندنا ثلاث بنات وشاب وأخوها الأستاذ أشرف ساكي ولذيذة يعني فيه علاقة حلوة كده يعني بعد فترة حصلت كده علاقة لطيفة بيني وبين الشباب وهالعلاقة وطدتها مربت من خلال أحاديثها معهم عن الفرق بين كواريس التصوير أيام زمان واليوم الفيديو دلوقتي بقى في عدد الساعات رهيب رهيب يعني يعني 14 و16 شيء لا إنسان يعني زمان كان العدد العاملين كانوا أقل فبتبقى عارف كل واحد بإسمك يعني يبقى فيه نوع بقى أنك أنت عارف فلانه واللي بياخدوا الكلاكات دلوقتي بقى يعني فيه زيتا قدامك طول الوقت وانتج عارف مين بيعمل إيه وبالعودة لقصة العمل زوج مربت عزيزي جسد شخصيته أحمد خليل اللي تحمس المشاركة بسبب الكاست الإخراج والنص اللي اكتب أمين جمال مسلسل مكتوب بطريقة جيدة جدا مخرج واعي فاهم هو بيعمل إيه مو السنين واخديني الحكاية قد يبقى معنى كده أن العمل مفروض أنه لازم ينقح بزلنا فيه جهد كبير والحمد لله السمرة بتاعته كانت كويسة من البداية يعني نتمنى أنه النهاية كمان تبقى زي البداية وأحمد سعيد جدا بالعمل مع أم الثنين شباب بيشكلهم مستقبل المهنة مثل أحمد جمال سعيد شهيستة ساعد حازم إيهاب هايدي رفعت وغيرهم شباب واعي جدا فاهم هو بيعمل إيه ومحترم نفسه ومحترمنا ومحترم المهنة إن شاء الله دولة الباقي اللي عشلوا الرأي بقى ويكملوا وحدة من بناتب القصة فيروز اللي بتتزوج أحمد جمال سعيد وبتبدأ المشاكل تظهر من حفل الزفاف وهايدي قدمت مؤخرة مع نرمين الفقضة من المسلسل إلا أنا قصة على الهامش اللي حاجدت نجاحه وتصدرت ترند البحث على جوجل لذلك أصبحت المسؤولية عليها كبيرة هو أنا خايفة جدا إنه مثلا لو أنت بتقول إنه الحمد لله إن ده كان نجح فخايفة إنه أعمل حاجة تطلع أقل يعني بالنسبة لأنا كهيدي فإن شاء الله خير يعني ومفضوطا أنه أتحطيت حكذا يدي وبدورها شاهيستة سعد اللي بتأدي دور شقيقة هايدي سارة المتزوجة من رجل يخونها سعيدة بتعاونها مع المخرج أحمد حسن مخرج مبدع وأدئيه وبيحب الممثل اللي معي أكتر ما بيحب كدريته بمعنى إن أي مخرج يعني فيه مخرجين كتير بيحبوا يستعرضوا قدرتهم القوية جدا في الأخراج أستاذ أحمد غير هو دايما بيعمل فوكس على وش الممثل دايما حابب الممثل أكتر من أي حاجة تانية فهو مخلص جدا للممثل والعمل وبيتعب جدا 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 وعنده القدرة يشتغل عدد ساعات كبيرة جدا بس يطلع الحاجة بالشكل اللي هو عايزه وأحمد كان حامل مسؤولية كبيرة بها العمل خاصة إنه يتعاون فيه مع كبار نجوم الدراما قد عارفنا داخل علاق يعني ناس كما مطفل نائية كبيرة جدا ملاش غير حاجة واحدة إنك إنت تقرب بينهم جدا وتتعلم بينهم فأنا الحمد لله كنت بتعلم بينهم كلهم أساتي وأخواتي كبار طبعا فيه الأخوات صغارين فإحنا كلنا عائلة واحدة والحمد لله الحمد لله يعني بنضيف لبعض ومساعد بعض عشان نطلع بفعحة صفر وانضمنها الصورة رضوة جودة اللي جاسد كاركتير نسمة اللي مشاكلها متعلقة بالحب شخصية طيبة جدا نطلع على الباباها يعني مفروض إنها بتحب بس حب من طرف واحد وبتتحب بس الشخص اللي بيحبها هي مش بتحبه فده هنشوف بقى في الأحدث إيه اللي هيحصل أو هتروح لمين أو إيه الخط بتاعها يمشي إزاي والدها بيكون أشرف زكي دكتور وصاحب مستشفى ولكن للآن ما توضحت معالم شخصيتها مش عارب أطيب شرير الله أعلم بيعمل حاجة بيعملش حاجة الله أعلم يعني خلاص الحلقات بتتزعي تلقش ولكن الأكيد منه الدكتور أشرف أن الدراما المصرية بخير بعد عرض هالحواديث اللي يتحقق نجاح على مستوى مصر أنا مبسوط لأن الدراما المصرية بدأت تعود وخرجنا بره السيزون الرمضاني وفي نسب تشغيل كويس يعني أنا وصلها من زوائي كتير جدا 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 القضايا اللي بيتناولوها من خلال يعني إلا أنا وأحكاة وراء كل باب أو التلتس مازال أمر قضايا مهمة جدا وشايف أن فيه تجاوب مع الناس بص المهم مش رأيه رأيك المهم الناس رأيها إيه فالنش متقوبة جدا جدا وتجاوب الجمهور مع هالنوع من الأعمال دافع الجهات المنتجة إلى اعتماد أسلوب الحكايات القصيرة فمن أيام أعلن عن انطلاق تصوير سلسلة حكايات مسلسل وشوش مع حدوتة والشتالة اللي سبق خبرنا عنها المخرج معتاز حسام واللي باتلعب بطولتها حنان طاوع في أولى بطولاتها المطلقة بعد توقف مسلسل ورد ترجمة نانسي قنقر